اهلا وسهلا بحضركم مرة تانية برحب دكتور زياد عقل المشرفني خبير النظم السياسية بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كنا بنتكلم عن احد الخيارات المطروحة او اللي قد تكون مطروحة في الفترة القادمة هو التدخل العسكري لانهاء الصراع الدائر في ليبيا هل ده فعلا يعني بتتم فيه النقاشات حاليا ولا ده مؤجل لا ده مؤجل حاليا كل الاطراف سواء كانت الاطراف الاقليمية سواء زي مصر والجزائر وتونس او الاطراف المهتمة دوليا الاتحاد الاوروبي دول اللي بيعينها في الاتحاد الاوروبي ألمانيا وإيطاليا على رأسهم ومجلترا طبعا او الولايات المتحدة محدش منهم في الحقيقة داعم لفكرة التدخل العسكري حاليا يعني في فترة من الفترات يمكن في نص 2016 ولا حاجة كان ده مفقالة مطروحة جدا وكانت فرنسا بتفكر صراحة واتنشرت تقارير ساعتها من وزارة الدفاع الفرنسوية انه فيه تفكير بالتدخل العسكري في ليبيا النهاردة في الحقيقة فيه توجه انه لأ أولا حيتم يعني المضي في الحل السياسي إلى آخر مدى دول الكبرى بتعول فعلا على دول الجوار مصر تونس الجزائر طبعا حتى يابد شوفي الفترة اللي هي من يعني بدءا من ديسمبر 2016 اللي فات اتعملت اللي هي اللجنة القومية المعنية بليبيا وساعتها في الحقيقة بمجرد مدى اتعمل بدأ يبقى فيه كم تنسيق ما كانش موجود قبل كده ما بين مصر والجزائر وتونس وبمجرد مدى حصل ابتدى يبقى فيه نوع من الانفراجة السياسية ما بين الفرقاء جوه اللي جيب بتاعتين تشوفي انه حفتر والسراج بيعودوا مع بعض ييجب هنا القاهرة يعني يروح عبوظاب يطلع اعلان تاني في القاهرة يعني يروحوا باريس يعني التدخل لسد الانسداد السياسي كان ليه علاقة بالتنسيق ما بين خاصة مصر والجزائر فيه انه الضغط على الاطراف الموالية ليهم في الداخل لتقديم تنازلات وبالتالي تراجع الحل التدخل العسكري ولكنه يظل في الحقيقة عشان ما نتحكش على بعض يعني حل موجود فيه استراتيجية كل دولة من الدول المعنية امتى يتم الاخذ بالحل العسكري كخيار اخير للتدخل في ليبيا اولا لما نتأكد من فشل كل المفوضات السياسية فشل ذريع فشلها ويعني فقدان الامل في اعادة حيئة الحاجة التانية لما يكون فيه تهديد امني صريح للامن القومي سواء للمنطقة او للدول الجوار لليبيا وما يكونش فيه اي قوة عسكرية في ليبيا شرعية بتواجه هذا التهديد وبالتالي يتطلب ساعتها الامر تدخل قوة اجنبية يعني لحماية مصالحها ولحماية حدودها ويمكن علشان كده ده اهم اسباب دعم مصر لفكرة خليف حفتر مصر عاوزة يبقى فيه قوة عسكرية ليبيا شرعية في الداخل يعني لعدم اللجوء الحقيقة لحل التدخل للعسكرية وهي ايضا مع دعم التسليح الليبي مرة اخرى ولازم يحصل الموضوع ده وتقبل الدول الكبرى ان هي تسمح او تمنع الحظر المفروضة على تسليح الجيش الليبي يعني مصر دايما بتدعم الفكرة لتقوية الجيش في النهاية ده حقيقية على الميليشيات المسلح ولكن يعني دايما ده مرهون في الغرب بفكرة التوصل الاتفاق سينسا بفكرة اعتراف كل طرف بشرعية الاخر علشان ما يكونش التسليح ده يبدو انه هو اعلاء من مصالح طرف على طرف تاني يجب ان يكون الطرفين قابلين بعض وقابلين شرعية بعضهم ساعتها هيتم رفع حظر التسليح مش قاني الاوان انه تتم فعلا تنفيذ هذه القطوة يا دكتور بصي انا يعني شايف انه وليه الحظر استمر طويلا اوه لانه الى الان زي ما قلت لك فيه صراع شرعيات داخل الليبي وبالتالي مفيش آلية سياسية تضمن ان هذا السلاح لن يستخدم ضد الموطنين الليبيين اللي هما ما لهمش علاقة بالارهاب او بالراديكالية الحاجة التانية ان الوضع في ليبيا في الحقيقة مفكك جدا يعني مفيش بتدريش تقولي انه في دولة قادرة على رصد فين ومين هما المواطنين ومين هي التنظيمات اللي هنحاربها ومين المواطنين اللي هنحميها ده برضو مش موجود وبالتالي انت هتبقى بتضع سلاح في يد طرف واحد فقط من الممكن ان هو يستخدمه في محاربة اطراف اخرى الاجراض سياسية مش بس الاجراض انسانية فيه يعني فيه موجود هنا الطرف اللي بيستخدم اطالة الازمة في ليبيا لتحقيق مصالح ليه هو يعني بعينها كل كل اطالة الازمة اكيد في مصلحة حد يعني شوفي اولا كل النخب السياسية اللي في ليبيا يعني او اغلب السياسيين الليبيين مستفيدين من الرابع القائل وفي الحقيقة كم الاطراف اللي في ليبيا اللي بتتمتع بمزايا من هذا الوضع من غياب الدولة من انهيار الامن من سهولة شبكات التهريب من كبير جدا كم الملايين اللي بتتعامل نظرا لغياب هيكل قوي للدولة بصورة غير شرعية في ليبيا كتيرة جدا كم النهب يعني الصغروات القومية بتاعت ليبيا بينهب لدرجة انه دولة بهذا الغنى الناس بتقعد اللي هو بالاسبوعين ما بتقبطش مرتبطها لانه ما فيش سيولة في ازمة سيولة فبالعكس في بعض المستفيدين من الاوضاع دي وفي الحقيقة دول بيطيلوا امد يعني بيأثروا على امكانية تقديم تنازلات سياسية امكانية الوصول لتوافق امكانية الوصول الارضية مشتركة لانه في الحقيقة الى الان يعني يجب ان يبقى في رؤية واضحة لما بعد التسوية السياسية يعني لانه يجب نبقى واقعين بس التسوية السياسية دي تعتاخد وقت ربما اطول يعني ربما وقت طويل تعتاخده حل الازمة او التسوية السياسية في ليبيا يعني هو الفكرة بس انه الى الان احنا عاملين نتناقش كمجتمع دولي وكأمم المتحدة وكوفود والنهاردة كدول جوار ودول جوار على صيغة الاتفاق مع انه في الحقيقة الاهم هو ما بعد الاتفاق يعني كيف تضمن ان الاطراف اللي انت النهاردة عايزها تتخلى عن مصالحها دي تخلق لها مصالح تانية مش لما يتفقوا الاول يا دكتور ما هو بما ان احنا من مصلحتنا ان هما يتفقوا يعني الى الان اغلب الاتفاقات السياسية سواء كانت اتفاق الاسخيرات او محاولات تعديلهم كل دي محاولات في الحقيقة من اطراف من خارج ليبيا يعني يمكن مصر اللي بتحاول تزوق فيه بقالها سنة هو خلق حل ليبي ليبي انه يبقى نوعه ويتيجي اطراف من ليبيا طبعا مصالحة ليبيا ليبيا بالزبط يعني هو دي المحاولة اللي مصر شافت انه يمكن علشان كده اتفاقات القمم المتحدة بتفشل علشان كده مصر الى الان بتطاقة كمية مصالحات على مستوى قبلية وعسكرية وسياسية بس الفكرة انه الى الان لازم يبقى فيه بديل عن الوضع القائم حاليا ويقدم بوضوح ويتقال فيه انه يعني انا النهاردة لما يكون عندي مشكلة ميليشيات في ليبيا وتنظيمات مسلحة بعض منها فعلا مش ارهابي بعض منها فعلا بيقوم بحماية مناطق اللي هو فيها طبعا هنا لازم يبقى عندي رؤية الناس دي اللي هي النهاردة كأعضاء ميليشيات بتاخد فلوس كتير دول هيروحوا فيه لازم اعمل اخلق سيكورتي ستركتور او بناء امني واضح يقول فيه والله يبقى فيه جهاز امن اسمه كذا وفيه جهاز امن اسمه كذا يبقى فيه قطاع اقتصادي اسمه معرفش ايه حيستوعب مين يعني فيه خطة من التنمية واضحة خاصة انه اغلب المؤسسات الدولية عندها استعداد ان هي بتصرف مليارات على يعني تنمية ما بعد الاتفاق السياسي في ليبيا ولكن وضوح ده لسه مش باين مش باين والمعركة حاليا في الحقيقة هي مسألة يعني الخروج باكبر كم ممكن من المكاسب السياسية من قبل الاطراف المتحولة احنا على حدودنا الغربية بني غازي وتبرق وايه تاني وفيه كذا حاجة البيضة مثلا درنا مش بعيدة عننا مين بيسيطر على المدن دي القريبة من حدودنا احنا الغربية دكتور الجيش الوطني ليبي الجيش الوطني ليبي ده اللي بقيادة حفتر المشير خليفة حفتر هما كان عندهم ازمة انه الشرق الليبي كان فيه يعني بقرة في بني غازي كان فيها داعش كانت مسيطرة عليها وفي نفس الوقت كان فيه مجموعة في الحقيقة من من يمكن من 2011 من التنظيمات الراديكالية جوة درنا سواء كانت الجماعة الليبية المقاتلة او بعد كده او بعد كده داعش ودول كانوا الحتتين الرئيسيتين اللي يمكن خارج سيطرة الجيش الوطني النهاردة الجيش الوطني ليبي بيسيطر عليهم لكن هل مازال داعش او جبهة النصرة في احدى المدن دي يعني في بني غازي مثلا الميليشيات المسلحة اللي فيها اللي هي أنهي تبرق كمان لا يمكن تبرق نسبة طبعا ليبيا ما فيهاش نصرة النصرة دي في سوريا بس بس يعني اللي موجود حاليا هو يعني بقايا من تنظيم داعش يمكن يعني آخر آخر تقدير للتأرير اللي كانوا عاملين لقوات الأفريقا منه فيه من 100 لـ 200 مقاتل من داعش لازالوا نشطاء واكتف داخل ليبيا وفيه كلام كتير جدا على أنه فيه يعني محاولات إعادة تمركز من داعش في الجنوب الليبي في نفس الوقت فيه مجلس شورى مجهدين دارنا مثلا ده كان من الحاجات اللي بتحارب خليفة حفتر فيه بعض بعض البقايا من مجلس شورى سوار بن جازي ده برضو كان من التنظيمات الراديكالية الموجودة ولكن في الحقيقة الوضع حاليا في الشرق الليبي كله ما فيهاش تنظيم كبير موجود ومسيطر على أي رقعة جغرافية ما اللي بتقيم إزاي العناصر الجهادية اللي دخلت في الفترة الأخيرة وقواتنا المسلحة طبعا قدرت أن هي تسيطر عليها وده شفناه بالصوت والصورة يعني دول مجيين منين ودول مين يعني دول دواعش يعني دول المتمركزين من وقت الأزمة لحد النهاردة داخل ليبيا دول مش لازم يبقوا جيين من ليبيا دول ممكن يبقوا جيين من حياتة تانية كتير من خلال ليبيا يعني ليبيا عموما في مسألة شبكات تهريب البشر والإرهابيين والسلاح والمخدرات يبقى باسمها دولة ترانزيت نظرا لأن هي ربطة ما بين اللي هي ليبيا يعني هي ربطة ما بين جنوب جرب أفريقيا وربطة ما بين شمال أفريقيا وربطة ما بين البحر المتوسط وجنوب أوروبا فاللي احنا بس لازم ندركه أنه احنا بقالنا يمكن سنه المساحات الجغرافية الكبيرة اللي كان داعش بيسيطر عليها سواء في العراق أو في سوريا أو حتى في ليبيا بقت مش موجودة وبالتالي الناس اللي كانوا قاعدين سواء في سيرت أو في ليبيا أو في دارنا أو في الرقة أو في الموصل دول مش كلهم متقبل عليهم دول في منهم كتير جدا هيحاولوا أن هم يعدوا الحدود ويعبروا ويروحوا أماكن تانية يتمركزوا فيها أو يعملوا فيها عمليات تانية يعني احنا مش بنتكلم بس عن المتمركزين أو النشاطاء من المليشيات المسلحة داخل ليبيا من وقت بداية الأزمة لحد النور احنا نتكلم عن متسللين كمان العائدون من داعش بشكل عام سوريا بقى العراق بالضبط بالضبط فده هنشهده في الفترة اللي جاي لأن خاصة ليبيا كمكان من الأماكن المسلحة دافئة من قبل التنظيمات دي بأن ليبيا لسه إلى الآن ما فيهاش دولة قوية لسه إلى الآن فيها مساحات لا تخضع لسيطرة أي حد فيها طبيعة جغرافية تسمح بأنه يبقى يعني موجود فيها أكتر من تنظيم خارج عن الرادارات وخارج عن الأقمار الصناعية وكده فبالتالي ليبيا مكان مثالي لإعادة تمركز العائدين من تنظيم داعش أرد خصبة يعنيه زي ما بيقوله النهاردة وزارة الدخلية المصرية أعلنت عن ضبط أحد القيادات الإرهابية الليبية شديدة الخطورة قريت أو قيمت بيانة الدخلية ده إزاي؟ أنا قريت وانا جاي في العربية أولا فما لحقتش أرأة قوي بس شوفي يعني بعد حادث المينيا مصر قصفت درنة واتقال ساعتها أنه ده يعني محاولة لإدارة الأزمة أو لرد الفعل أنت بتتكلم على إيه اللي حصل في درنة أنهي المصر تبيس الميني؟ أيوة إحنا بعدين قصفنا درنة لأنه قلنا أنه ده كان عناصر تكفيرية إرهابية من درنة وبالتالي إحنا قلنا قصفنا معسكرات هناك وسعتها في ناس كتير قالت أنه ده كلام مش صحيح وإيه اللي يثبت ده وحاجات زي كده النهار ده في الحقيقة التصريح ده بيقول أنه لأ يعني إحنا كناس خبراء في ليبيا كلنا عارفين أنه من 2011 فيه تمركزات لتنظيمات راديكالية جوة درنة فيه معسكرات تدريب جوة درنة فيه عناصر من الجماعة الليبية المقاتلة من 2011 موجودة هناك من قبل حتى بنشوف ده أشد جوة ليبيا وده اللي خلى مصر بناء على معلومات تتجه إلى درنة ودي تاني مرة يعني ده تاني التوجه من مصري المرة الأولانية السرط بعد دبح الـ 21 إبطي وكانت دي المرة الثانية بعد استهداف توبي السلم احنا بعد دبح الـ 21 إبطي برضو ضربنا في درنة على فكرة مش في سرط؟ هم اتدبحوا في سرط بس احنا ضربنا برضو في درنة؟ لأنه التمركز الرئيسي أو المصدر الرئيسي لداعش في ليبيا هو درنة يعني سرط ده كان زي ما تقولي فرع كده ولكن الإمارة الرئيسية طلعت جوة درنة الولاية اللي هما بيسموها ولاية ببرقة دي طلعت جوة درنة كان مكانها درنة يعني وقال كمان أنه هذا الشخص اللي تم استهدافه النهاردة كان يعني له يد في حدث الوحاتة الأخيرة ده المهم اللي احنا نفهم أنه فيه اختراق من الحدود اللي بيئة المصرية وبالتالي يجب أنه يبقى فيه يعني أولا إصراع بفكرة الحل السياسي وده يعني مشكلة إحنا بنعاني منها زي ما الجزائر بتعاني منها زي ما تونس بتعاني منها هو أمن ليبيا من أمن مصر القومي ومن أمن تونس ومن أمن الجزائر أكيد يعني من السلوم بتبقي بعدها بسعر ربع جوة ليبيا يعني فالحاجة التانية في الحقيقة أنه يجب أنه يكون فيه نوع من أنواع التعاون ما بين الاستخباراتي وما بين الدول التلاتة فيما يتعلق بمن يعبر الحدود وده قائم دلوقت يا دكتور ده بيحصل دلوقت ياه يعني يمكن التعاونات الاستخباراتية ما بتبقاش معلنة قوي ببس يعني كل فين وفين بيتصرب تقرير يقول أنه مثلا تم كشف عن تقرير كذا تم كشف أنه فيه مثلا متين مقاتل عائدين من عدو الحدود التونسية يعني ده على سبيل المثال يعني فده لازم يكون فيه تنسيق أعلى على المستوى ده لأنه زي ما بقولك هي باتت يمكن الحلقة الأضعف في الأمن الحدودي المصري يعني إحنا من 2011 لغاية يمكن 2014 كان عندنا أزمة في الحدود الشرقية كان عندنا أزمة شمسين إلى أن يعني تعاملنا مع مشكلة الأنفاء وابتدى التهريب الخط التهريب الرئيسي سواء للسلاح أو للإرهابيين ويبقى من خلال الحدود الجرمية وحتى المصالحة لمصر احتضنتها ما بين فتحة وحماس هي اللي قدت إلى يعني أنه الوضع يكون مستقر شوية في الشمال وده لنهاردة مصر بتحاول تعمله مع الفرقاء الليبيين أن تبدأ بالمصالحة الليبية الليبية لطبعا السيطرة على الوضع الأمني يعني مصر بتعمله في الحقيقة من فترة الشهادة لا يعني يعني الملف الليبي شوص دي دلوقتي يعني الاجتماعي يعني هو من أنجح حياة ملفات السياسة الخارجية في مصر هو الملف الليبي يعني كلمة أخيرة هل بتعول على هذه الاجتماعات اجتماعات دول الجوارما بين مصر تونس والجزائر بصي أنا شايف أنه مصر وتونس والجزائر كل منهم عليه مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب الليبي مسؤولية أخلاقية وبالتالي ما ينفعش نبطل نحاول نحل سياسية نعم يعني فالاجتماع ده المفروض أنه هو يكون فيه اجتماعات بعده على مستوى يمكن كمان رؤساء الدول مش بس وزراء الخارجية دكتور زياد بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور زياد عقل خبير النظم السياسية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بشكركم مشاهدينا يوم الحد حلقة جديدة في حديث المساء الساعة خمسة ترجمة نانسي قنقر